نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية مبادرة بعنوان هتقدر في عشر أيام وذلك للمراجعة النهائية لمنهج طلاب الثانوية العامة بقسميهما العلمي والأدبي في مختلف الإدارات التعليمية بالشرقية شملت أعمال المبادرة في محافظة الشرقية مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة في ثمان إدارات تعليمية بالمحافظة بنسبة حضور تخطت 2700 طالب وطالبات تضمنات فعاليات المبادرة مراجعة للمنهج التعليمية لطلاب وطالبات الثانوية العامة عبر تقنية الفيديو من خلال أفضل المعلمين المتخصصين في المواد التعليمية إلى جانب حضور العديد من المعلمين للرد على الأسئلة والاستفسارات التعليمية للطلاب الحاضرين نهارده بروتوكول التعامل نهارده بين وزارة تربوات التعليم وبين حياة كريمة عام سوى جمهورية بمراجعات للطلاب أبنائنا في تربوات التعليم دي كانت مدارة جميل جدا واحنا هنا بنحسد أبنائنا من خلال صفحة للخلال العامة بتواجد جميع الطلاب وأنت شايفك سادك الأقبال نهارده كان مفترض قاعتين نهارده عندي أربع قاعت شغالين فعلا أما قالوا النهارده فيه مراجعات للسنوية عامة وكده فأنا جيت كان فيه النهارده مادة الفيزية كان فيه مراجعة وشرح وافئ جدا وكافي لجميع الطلاب ممكن الناس كلها تسمعوا يعني شرح أسئلة مهمة ممكن مرشحة جدا لللي يتجي يحضر في الامتحانات بيعملوا المراجعة على الحاجات المهمة اللي في المنهج الأفكار اللي ممكن هي بتكرر كتير وممكن هي تتيجي في امتحان أو تتيجي في فكرة عامة بس فعشان كده أحب أن أحضر يعني